في ظل السادات العسكرية لقوات النظام لشن هجوم على إدلب خرج القائد العام لفصيل هيئة تحرير الشام المعروفة سابقا بالنصرة خرج محذرا بقية الفصائل المعارضة من الدخول في اتفاقات تسوية مع النظام كما حصل في مناطق أخرى أن سلاح الثورة والجهاد تلك الأمانة التي حملنا إياها المسلمون لهو خط أحمر لا يقبل المساومة أبدا ولن يوضع يوما ما على طاولة المفاوضات كلمة الجولان التي نشرت عبر تيليجرام هذا تأتي بعد أيام من مداهمات قامت بها تحرير الشام معتقلة أشخاصا بتهمة التواصل مع النظام من أجل التوصل إلى اتفاقات تسوية تشبه تلك التي تمت في عدة مناطق أخرى آخرها الدرع والقنيطرة التي عادة ما تنص على دخول قوات النظام وتسليم الفصائل لسلاحها هذه الكلمة الجولاني اعتبرت مؤشرا على مواجهة مرتقبة بين تحرير الشام التي تسيطر على المساحات الأكبر من إدلب والفصائل المعارضة الأخرى وهو ما قد يهدد بدوره اتفاقية مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران